اشتركوا في القناة احتضنت جمعية هذه هي البحرين ضمن موسم اعياد مملكة البحرين للاحتفاء بالعيد الوطني المجيد والذكرى السنوية لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم فعالياتها السنوية التي عكست عزمها على المضي قدما في ظل قيادة جلالة الملك المعظم حيث عبر المشاركون خلال الحفل حرصهم على اعطاء الصورة الحقيقية لروح التعاون والتمازج بين الثقافات المتعددة على ارض مملكة البحرين في البداية اود ان اشكر جلالة الملك المعظم لرعايته لفعاليات هذه البحرين للاحتفال باليوم الوطني البحرين سعيدة جدا بعودتنا كأسرة واحدة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا واود ان اتقدم ايضا بالشكر الى سمول العهد رئيس مجلس الوزراء لكل الدعم الذي يقدمه لنا في جمعية هذه البحرين من خلال دعم فعالياتنا وانشطتنا في مملكة البحرين وخارجها وتضمن الاحتفال السنوي عروضا فنية واستعراضات وطنية بالاضافة للفغارات الغنائية والفعاليات المصاحبة التي زادت الحفلة رونقا وبهجة كل الجالية السودانية الموجودة في مملكة البحرين تجد نفسها تكليف وليس تشريف ان تشارك في عياد البحرين الوطنية وده جزء من ان دي بلدنا التاني نحن عشنا هنا اكثر من ثلاثة عقود يعني وخدمنا في عماكن كثيرة فواجب علينا اننا نشارك فالتهنئة موصولة لكل شعب البحرين ملكا وحكومة وشعبة لبينا هذه الدعوة لمشاركة اهلنا واحبتنا في مملكة البحرين للاحتفال بمناسبة العيد الوطن المجيد وعيد الجلوس نتمنى كل الحب والتخدير والمحبة لجلالة الملك ولشعب البحرين كل عام انت بخير يا البحرين وبالعالي والانتصال نورج وانا احبت شوائد يا البحرين وتعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتأصيلا لقيم المواطنة والانتماء جاءت تلك الاحتفالات بروح وطنية وحماسية ايمانا باهمية اليوم الوطني التي اقامته جمعية هذه هي البحرين للتأكيد على الاهتمام والتنوع الثقافي الذي يميز المملكة باعتبارها وطنا للجميع ترجمة نانسي قنقر